طبعاً الموبايل دلوقتي بقى من أهم الأجهزة اللي موجودة في بيتنا وفي حياتنا وأحياناً كتير جداً دلوقتي بقوا الأزواج بيكلموا بعض نحن دي في نفس البيت بيكلموا بعض وبيتواصلوا مع بعض من خلال الرسائل لو حد عايز حاجة أو حد عايز يقول معلومة ده غير بقى كمان إن في نفس الوقت هتلاقي إن معظم المشاكل الرئيسية اللي بتخص الأسرة المصرية بتكون سببها الموبايل واستخدامه الكتير في البيت يا حزل طبعاً ما فيش شك لكن التواصل عن طريق الموبايل على فكرة في البيت في بعض الوقت بيكون مهم مش عايزين حد نايم مش عايزين نزاجه ممكن بقى رسالة أعملي لك كباية شاي حاضر هاتي الشاحن حاضر كلها طلبات يعني كلها طلبات وملهاش إجابة غير حاضر طبعاً لكن بكل تأكيد هو استخدام الموبايل بشكل مفرد بيكون ليه تأثير طبعاً على العلاقات الأسرية كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي فيه فقرتنا مع داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية والتربوية لمنورانا صباح الخير عليك صباح الفل عليكم يا أهلا بيك لو في البداية نوضح كده للناس طبعاً ما فيش شك أنه الموبايل أساسي في كل حاجة دلوقتي سواء بالنسبة لي أن احنا بنتصفح مواقع التواصل الابتماعي أو حتى بنستخدمه في الشغل تواصل مستمر خصوصاً الناس اللي شغلوهم بيعتمد فقط على فترات يعني في ناس شغلها بيكمل حتى بعد ما يروحوا البيت فهو مهم ما فيش شك أنه هو مهم لكن استخدامه بشكل مفرد إيه الأضرار اللي ممكن تعود على الأسرة منه هي دي المشكلة استخدام الموبايل إمتى وفين ده مهم جداً لأن إحنا دلوقتي هو بقى عنصر أساسي في حياتنا زي ما قلت بالزبط لكن هل أنا مفروض بعد يوم طويل من الشغل أول ما أدخل البيت مثلاً ألاقي مراتي ما استقبلتنيش لأنها قاعدة على الموبايل ومش مهتمية بوصولي مثلاً أو العكس أو إن إحنا في الوقت اللي بناقعدين كلنا مثلاً بناكل مع بعض والزوج ماسك الموبايل حتى على الأكل يعني الناحيتين يعني الزوجين ممكن اللي يستخدمون بطريقة خطيرة خلينا نركز في الجزء الأول بتاعي استقبال وهو راجع من الشغل دي ما لها شلقة باستخدام الموبايل فده برا الفقرة بعد إذنك مش هتكلم استخدام اللي استخدام طريقة الاستخدام بتفرق طبعاً في العلاقات بالذات اللي عاديين حوالينا لأن إحنا بنستخدمه للتواصل مع الناس الخارجية وبننسى الناس اللي عاديين جنبنا فدي طبعاً مشكلة كذلك أولادنا نفسهم يعني إحنا لما هم على طول على الشاشات أين كان موبايل أو تابلت أو أين كان يتيجي مثلاً مام تتكلموا أو بابا يكلموا ما يبصره شو يفضل قاعد على الموبايل أو يرد عليه وهو على الموبايل طبعاً وهو ده طريقة استخدام الموبايل أو أي شاشة هي اللي بتأثر على العلاقة بالسلبة أو بالإجابة بس طيب إحنا قدام أمر واقع أن طول الوقت إحنا بنستخدم الموبايل وأحياناً حتى مش بس بين الزوجين أحياناً الأم وولادها والإخوات مع بعض بجد بيكلاموها مع بعض الصحاب كمان الصحاب بس بره البيت لكن لو جوه البيت بجد ساعات بنتواصل مع بعض من خلال التليفون لو كل حد في غرفة أو حاجة كل واحد بيبعت للتاني رسالة بس ممكن تكون في إطار محدود لكن فكرة التواصل اللي بيبقى بشكل زيادة عن لزوم شوية من خلال التليفون ده أكيد كمان ممكن يؤدي أعتقد لخرس زوجي يعني كان في بعض الدراسات اتكلمت على أنه كتر استخدام التليفون ما بين الزوجين بيؤدي لخرس زوجي خلاص ما بيعرفوش يتواصلوا مع بعض ما بيعرفوش أصلاً يتكلموا مع بعض طبعاً صح لأنه هو الطرف منهم اختار أنه يتواصل مع حد تاني غير الطرف اللي قاعد معه ده غير أنه هو الأسرة أصلاً زمان إحنا كنا إيه كان لما الرجل بعد ما يرجع من الشغل وصاعة المغربية كده يعودوا مع بعض في البلكونة يشربوا كوباية الشاي هو ما فيش حوارات جديدة حصلت عادي بس بنقعد ننغي في أي حاجة نتكلم في أي حاجة ده كان الأسالي بتاع الأسرة ولا حتى رأينا تكتين مع بعض حتى رأينا مع بعض قاعدين مع بعض ما فيش حد تاني شغلنا هي دي النقطة كلها إن إحنا في الآخر آخر اليوم إحنا لازم يكون عندنا فيه 30 تايم بيننا وبين بعض إحنا عادي بنتواصل فيه إنما إن يبقى اليوم كله إحنا مشغلين عن بعض واحدة ورا واحدة طبيعي حيبقى فيه صمت طبيعي ما فيش مواضيع ما فيش بيننا حاجة مشتركة نتكلم فيها فكل واحد قاعد على موبايله وأوكي لو إحنا متفقين على ده يعني إحنا ممكن نبقى خلاص إحنا قعدنا ورغينا وتكلمنا وخلاص أنا مسكت الموبايله وبدأت أكلم حد أو أشوف المسلسل حتى من على الموبايل ساعات هو شايف إن ده خلاص أوكي إحنا اتفقنا وقعدنا ورغينا وتكلمنا هو كما مسك موبايله قاعدين مع بعض راضين وموافقين إن إحنا إتس تايم إن كل واحد ممكن يبدأ يتواصل مع حد تاني بس بعد ما كون أنا عملت الواجب اللي علي إن أنا لازم أكون قاعدت مع شركتي أو قاعدت مع شركي وديته أهميته ورغينا مع بعض قلنا أي حاجة قلنا إن شاء الله حتى الأحداث اليومية اتكلمنا فيها ادينا بعض أهمية إنما مش قاعدت الموبايل لا إحنا لو سحبنا هو إدمان ولو الواحد مسكه والوقت يعني خده مش حيارة فيه واقفه طيب خلينا نقسم الموضوع لجزئين سواء مثلا الشخص ده بيتواصل مع حد برا البيت سواء بيتصفح مش بيتكلم مع حد أو إنه بيكلم شركة حياته أو حد من أفراد الأسرة المقيم معاه في نفس البيت من خلال التليفون ده ناخد الجزء ده الأول اللي أنا بتواصل مثلا مع زوجتي أو مع ابنائي من خلال التليفون وإحنا قاعدين إحنا الاتنين مع بعض في نفس البيت حد في قوضة وحد في قوضة وبنتواصل من خلال التليفون ده ممكن يكون تأثيره إيه على الأسرة هو ما فيهوش مشكلة لو أنا بدل ما حاود حنادي على ابني وأنا عارف إنه هو مثلا مسك الموبايل وقامت بنتوصل به بتاعيلي عايز أتكلمك في حاجة مثلا يعني إنما أكيد مش هكلمه في الموضوع اللي أنا عايزه على الموبايل لا هو ده لأ نقصوه لا طبعا أكيد لأ إن فيه حاجة التون بتاعي الكلام بيفرق البسطة بتفرق الرد بيفرق تواصل مباشر طبعا لازم يبقى فيه تواصل مباشر إزاي إزاي أنا حيبقى أنا عايز زي ما قلت في الأول أنا عايز ما مرادسي كوبايتش طب دي بسيطة إنما لا إحنا عايزين نقعد ونتواصل ونتكلم لازم يكون فيه وقت بتاعنا ومع أولادنا طبعا ولازم نعلمهم ده ويبقوا شايفين ده فينا ما ماينفعش بأنا قاعد كأب أو كأم أنا أصلا مدمن لموضوع السكرين أي إن كان نوع السكرين اللي أنا ماسكها و بقول لي ابني لأ أو بحرمه أو بقول له ما لكش غير ساعة في اليوم طب أقول لي نفسك الأول فلا طبعا هي حاجة هي في الأسرة كلها خلاص إحنا بليبقى حطينا قواعد إن مش هينفع إن إحنا نتعامل مع بعض بالطريقة دي أو أنا ممكن بدل ما أناديك وأعلي صوتين أنا أقدر أناديك بس لازم نبقى عديب مع بعض طبعا طيب خلينا برضو يعني عشان نوضح للسادة المشاهدين لو في حد عنده المشكلة دي فعلا في بيته وهو حابب يوصل لطريقة يحل بيها الموضوع ده من غير الوصول لمشكلة لأنه للأسف زمان كانت المشاكل متعلقة ممكن بالإمكانيات المادية متعلقة بالأطفال متعلقة بالظروف شغل بس دلوقتي كمان بقت متعلقة بالتليفون بشكل كبير جدا فطريقة حل المشكلة دي إزاي لو في حد الطرف التاني بيستخدم التليفون كتير إن كان في الحوار أو حتى طول ما هو قاعد في البيت هو إحنا لازم الأول نعرف حجم المشكلة هل هو إدمان لأن ده بقى له علاج دلوقتي ولا هو استخدام مفرط فالواحد ما بقاش خلاص متواصل معه فيه فرق يعني مثلا أنا بعمل ده عشان أنا قاعد زهقين أوكي مقبولة بس فيه حاجات أو زي ما تقولي قواعد أنا بحطها في البيت إحنا هنقض على الصفرة مثلا كلنا سايبين الموبادي مش هينفع أنا كأب أو كأم أقول حاجة ومش هعملها مثلا يعني لأ إحنا كلنا هنتقابل يوم الجمعة مثلا هنقض مع بعض نرغي كل واحد يحكي عن اللي حصل له طول الأسبوع قواعد البيت بنمشيها إحنا أصلا الأول وبعدين نبدأ إن إحنا نعلمها لولادنا وإن إحنا نقول لهم إن هي دي قواعدنا وشايفيننا حينفزوها بدون نقاش لما الموضوع تبقى مشكلة كبيرة إنه خلاص تحول لإدمان مش قادرين نتيبه لمدة خمس دقيق وطبعا إحنا بنشوفه في أطفال كتير دلوقتي اللي هما بتعودوا على الجيمز طول الوقت فعلا ما بيبقوش حتى شوية بتوعي الأكل بيبقوا عايزين قدامهم الموبايل أو الشاشة فبتقوصلت لمرحلة لأ دي صعبة دي محتاجة فعلا تدخل ساعتها بقى إحنا لازم نقف بس عموما من قواعد البيت اللي لازم أنا ومراتي نبقى متفقين عليها اللي سكرين تايم شكله إيه الولاد حيعملوا إيه طب إحنا قدامهم إيه طب إحنا كأسرة إمتى كلنا سايبين موبايلاتنا وقاعدين مع بعض بنتكلم مش لازم تكون حصلت مشكلة ممكن نقض لمدة عشر دقيق بيسموه كوالتي تايم الكوالتي تايم ده إحنا بس بنتكلم بعض مش الوشرك شايفين بعض شايفين الرياكشلات بتاعت بعض التون كل ده بيفرق طبعا لكن إحنا قبل كده ممكن نستخدم الكمبيوتر أو اللاب توب وإحنا بنشتغل لكن دلوقتي ممكن نشتغل من خلال الموبايل فزي الأولاد يفهموا حاجزة دي إن أنا مش ماسك الموبايل 24 ساعة لمجرد إن أنا ماسك الموبايل لا ده أنا عندي شغل على الموبايل إزاي إزاي أوصله إنه يفرق ما بين الاثنين لازم أنا أقوله ده لازم أقوله ده يعني مثلا إحنا عنده مشكلة في المدرسة وقاعد بيحكيلي فأنا طبيعي إنه بتديله كل التنشن بتاعي ما أنا لو هو بيحكيلي على مشكلة في المدرسة وأنا عامل كده هو وده شغل فأنا لازم أقوله أنا حخلص حاجة مهمة وحبقى معاك أنا بتديله لازم الأهمية دي وأهمية الأولا أنا بتديله احترامه وده بيخلي عنده ثقة في نفسه وده بيخليه حاسس إنه هو ده بابا احترامي قال لي كذا مش بابا أو ماما على طول عاملين كده لإنك حتى الأمهات نفس الطريقة يعني جاي يقول لها هي فعلا حاجة ترفع جاي يقول لها مثلا إن أخو قال له كذا أو إنه ضع منه كذا وهي بتشوف طبخة على اليوتيوب وهي مثلا آه يعني هي بتعمل حاجة أو بتتفرج على مسلسل أو حاجة أنا قدر أعمل بوس في ساني أديله أديله أهميته لإن ده أهم عندي من أي حاجة في الدنيا أو بعرفه إديني خمس دقايق بخلص شغل ورجع لك إديني كذا وأنا معاك أنا بس بعمل حاجة مهمة جدا لازم عملها أخلصها وهبقى معاك نفس الفكرة بقى يا دكتور أحيانا في نقطة الاستقبال اللي كانت شاز لي بيتكلم عليها فيه رجالة بجدر جامل شغلة مش قادرة تتكلم مش عايز التكلم هو شغله طول النهار ضغط وإزعاج وكلام زينا كده فهم خلص الكلام اللي عندي بالشغل التوقف تحت الكلام خلصت صح؟ يعني أيا كان فبيرجع بجدر بيتهم مش عايز يتواصل مش عايز يتكلم هو ماسك تليفونه عمال بيسكرول على فكرة هو حتى بش مركز هو بيسكرول وخلاص بس عايز يفضل آية كتاك إمتى الشريك لأن ده ممكن تحصل للست وممكن تحصل للراجل ما لديهش علاقة بس إمتى الطرف الثاني يقدر يحدد إذا كان الشخص فعلا مش قادر يتكلم ومحتاج يتديله وقته مع نفسه يتديله مساحته وإمتى يحدد الموضوع زاد عن حده هو الراجل بعد الشغل بيبقى عايز يفصل كانوا زمال بيروحوا يقعدوا على القهوة دلوقتي بنقعد في البيت على الموبايل لا لسه بيقعدوا على القهوة برضي وغدا غير إنه لسه فيه نسبتهم كده بس قصدي إنه إيه مشكلة لو إديته ساعة رجع من الشغل إديته ساعة ما بيتكلمش ارتح فيهم عمل فيهم السكرول اللي بيعملوا كل يوم أنا عموايله شوية على فكرة هم ساعات بيشغلوا حاجات هم شافوها سبعة تلاف مرة يعني ده عن تجربة شخصية عن جوزي مثلا بيوضي يتفرج على رأفة الهجان هو شابها سبعة تلاف مرة قبل كده بس دي الحاجة اللي بتخليه يفصل أو دماغه توقف عندكو حاجة لازم تفصل شوية طبعا لازم تساعدون على كده طبعا لازم نحترم ده لأ لإن أنا لو أنا كمان عندي نفس المتعينة إحنا عندنا نفس الاحتياج إنه أنا عايزة أفصل بعد الشغل مش عايزة أرجع أجري أطبخ مثلا يعني ليه ما احترموش أوكي خد الساعة بتاعتك بس بعد كده أكيد لازم يكون هو عارف إن أنا خلاص بقا يعني الستة اللي موجودة في البيت دي لازم أتواصل معها بقا لازم نتكلم لكم يعني ده الحق مكفول ومقبول إنه الشخص أيا كان من الطرف إنه هو يكون ليه وقت مستقطع طبعا لوحده طبعا وفلنقل ساعة طبعا ليه لأ طبعا حقه وحقها هي كمان طبعا وقيت له لأ أنا راجعة من الشغل مش هعدر أعمل أي حاجة دلوقتي مش هعمل لكذا أنا عايزة أرتاح شوية حقا طيب أنت بتجيلك حالات للمشاكل ما بينهم بسبب مسكن موبايل بس ما فيش أي مشاكل تاني غير مسكن موبايل يعني هو مثلا زوج لطيف جدا معاها بيعمل لها كل اللي هي عايزة وبرضو العكس هي بتساعده في كل حاجة هو محتاجها بتلبيله طلباته لكن عندهم مشكلة في مسكن موبايل بس لا هي مش دي هي 90% من المشاكل اللي بتجيلي إن الموبايل هو صندوق لسود فإحنا تبصينا في الموبايل ولقينا بلاوة لو إحنا هنتكلم على الموبايل أوه هو صندوق تساعد في المشاكل بس مش عشان هو قاعد وخلاص أو هو بيتفرج على حاجة في النوات دي تحت دي عشان نحن للأسف وقت دا بينتهي هل طبيعي أو مقبول إنه الطرف التاني يبقى معاها الباسورد أو الرقم السري لتليفون الطرف الآخر الباسورد عادي إنها تبقى معروفة والموبايل محطوط أو الموبايل ملوش باسورد أصلا دا عادي إنما اللي مش عادي إني أفتش أو أتجسس لا مش مفروض يعني أنا بدي للجام بيقى الأمان أنا موبايل موجودة هو بس مش مفروض إنه هو يعد يدور صح بس أنا طبعا بنشكور جزيل الشكر داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية والتربوية نورتين وشرفتين شكرا لك